يجي بعد كده للاصابع المشوهة او الرمطايد. في اصابع مشوهة الرمطايد اللي هيبتدي بقى كده وحاجة اسمها وحاجة تلاقي الصوابع عاملة كده غريبة جدا. افتح ما بيفتح شويه. ودي طبعا ممكن تكون مرحلة متأخرة شوية عند كبار السن لكن انا شفت شباب في التلاتينات او الله العزيز. في التلاتينات صوابع مشوهة. ايه الاحزان. انا عندي مشاكل نفسية. المشاكل نفسية الكتير والاحزان بتنزل. بتنزل الاحزان. لما تنزل الاحزان تديني تلاتة اربعة تلاف مركب سام. يجوا على الصوابع يشوهها. وتتورم المفاصل الصغيرة بين الاصابع. وبالتالي مسألة ان انا فك ايدي وحركها صعب. انا لسه جاي لي واحد النهاردة العيادة. اه بقول له. هقول لكم على الكريم والسلواتي بيقول لي والله العظيم انا امسك كبار الشاي واللا بتاعت اخوة عامل. ما بيعرفش يمسك حاجة بانه. معينه الشكله قوي جدا ومرعب. بيمسك لحاجاته عام. هنشوف بقى مشاكل الاصابع دلوقتي ومشاكل الضوافر. كلام ده مهم جدا والله العظيم. اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا اشار الكلام ده للناس. صدقون يا جماعة والله الموضوع ده مهم جدا. موضوع الصوابع وموضوع الايدين. وايه اللي حتفاجأ بان ايديك اتضمرت. طيب. في عندي حاجة اسمها الجاوتي او جاوتي توفي. خلي بالك بقى. هذا هو مرض العصر. يعني مرض العصر يا دكتور? يعني الناس اللي يومين دول بياخروا شوكولاتة وشيبسي وكولا ومش عارف ايه وبيبسي وبياخروا املاح وموضة حافظة. كل دوم بيكتر الجاوت او بيكتر اليوريك اسد. اليوريك اسد مش معناها ان انت اه ملح طعام لا. حاجات كتير او قوي بتترسب. ولما تترسب بتدي توفي. يعني ايه توفي تلاقي? حتة بيضة كده. حتة بيضة. لو تفتحت تطلع ساقل ابيض مش مدة ولا صديد. ابيض. عبارة عن املاح مترسبة. الكلام ده بيجي لنا اليومين دول رجالة وستات يقولك انا مش عارفتني صابعي مش عارفة فريدها. مش عارفتني صابعي مش عارف ريدها. التهابات شديدة في الايدين والرجلين. التهابات شديدة بايدين والرجلين بسبب ايه? بسبب الجوتي توفي او الجوتي ارس رايتس. اليها بيسموها زمان كانوا بيسموها الايه? ها? الجاوت. او بيسموها الايه? النقرس. بسموها ايه? النقرس. طب انا يا دكتور جودة لو كانت حتة لحمة اركز معي والله وكانت حتة تاني يوم مش عارف ادوس على رجلي معسمير في رجلها من تحت. شوكة. حتة لحمة والله العظيم. سمعتو? زيها زيها فول كبدة مش عارف ايه. اه اللي مش هون باسترمة مش عارف كفتة كل ده. انا باكل حتة من دور تاني يوم بسم الله ما شاء الله. بس همير ماشي على رجليه وشكه عظمي. كلام واضح وجميل. فخلي بالك يعني ما تشرفش على نفسك. طيب. يبقى ده اسمه اه فيه برضو عندنا اللي هو تغير الشكل بسبب التقرحات او المهن بقى. دلوقتي ممكن يجي لك حد عنده آآ الوان معينة او اشكال معينة ازاي? انا ممكن ايدي لونها ايه يا جماعة? بفي بتاعنا اللون بتاعنا صح? ممكن تلاقي واحد ايده سودة? اه مهنته كده بيشتغل في الصبغة بيشتغل آآ يعني اي حاجة بتسود الايد? في حرف كده. طيب ممكن الاقي واحد ايده زرقة? اه. طيب ممكن الاقي ايده بيضة بيضة بس بيضة مش مش بيض جمال بيضة بيضة بيضة. انا جالي النهاردة العيادة اه بنات وولاد يديهم بيضة خالص. بس جلدهم اصمر. فهمت حاجة? ده بيضة. مش بقع بيضة. في بقع بيضة في الجلد نتيجة نقص الفيتامينات. الولاد والبنات اللي ما بيكلوش سلطة خضرة ولا في حواجه طازجة. بيبقى في بقع بيضة في الجسم. البقع البيضة في الجسم هلاش دعوا بالبهاء? البهاء ده بياخد مناطق كبيرة بقع كبيرة في الجلد ده بوهاء. خلاص? هناك فرق بين بوهاء كمرض آآ مناعي وهو اصلا مرض نفسي هرموني. ومرض ان انا ما بكلش سلطة خضرة وبالتالي عندي بقع في جلدي. كلام ده مهم والله العظيم. مهم جدا. ليه? لان اللي عندهم بقع في الجلد كل يوم عندي عشرات المرضى مجرد ما وصيف له آآ كباية زبادي ومعلاقة وربع معلاقة خميرة كل يوم الصبح. وطبع صلاة ابلها اكتر اقسم بجلال الله. هو شهر واحد. كل البقع البيضة اختفت. واضح. ده اسمه ايه بقع بيضة نتيجة ناص البيتامينات ناص الصلاة. لكن البوهاء ابيض خالص وهنشوف الفيلم دلوقت. طيب ممكن اله ازرق كده مزرق? ادين زرقه? آه. دي لو انا حطيتها في لاجة كتير. او مسكت حاجة متلجة كتير اي داية ازرق. خلي بالك. او قفلت على صابعي بختم داية. او حد قفل على ايد حد. لو حد قفل على ايد حد ممكن تزرق او تطقطع وتموت. يعني في واحد راجل ربني سامحه. كان آآ جايب طاقم جلوس جديد. فعنده ابن كده عنده تلات اربع سنين. الواج جاب موس وقعد يقطع في الطاقم. فابوه عمل ايه? راح معلقه من ايديه في السق. وسب ومشي بعد ساعتين الادين لاتنين جالها جرجرينة وتقطعت الادين لاتنين. فهو قطع الادين لاتنين. وبعد كده مش عارف انه حبس الدم. حبس الدم عن الصوابع خلات تقطع. يا جماعة خلي بالكو يا جماعة. اوعوا تحبسوا الدم. حتى لما تيجي تربط ابنك او بنتك. ما تربطش قوي. انك هتموته. هتقطع الادين. سامعين ولا لا? مهم جدا. ده ممكن يعني شعرايا شعر من شعر البنات او الستات تلف على اصباعه ولا حاجة تقطعه. زي زمان ما كان في بنات وستات بيسرحوا شعرهم وتسيب الشعر جنبها فراخو حمام معدي. الشعرية تلف على رجل الفرخة او الحمامة تقطعها. تقطعها. في ناس كتير او ما بتعرفش تلم الشعر بتاعها بعد ما تسرع تحطه في البسكت او تحط في التاوليت. يجي بقى في الاكل بقى في الرز في العيش. طول ما انت ماشي تلاقي شعر. موجود الكلام ده ولا انا بقالف. اين? انفجار الاوعية الدموية? لا انفجار الاوعية الدموية ما بيبقاش اولا في الاطراب. الا اذا خبط. يعني خبط. كادما الباب قفل على اصباعي. خلي بالك الباب قفل على اصباعي. باب العربية قفل على اصباعي. ده ممكن يبقى دم تحت الجلد. الاول بيبقى محمر بعد شوية مزرق بعد شوية آآ مسود مزرق وبعد كده يجي كرات الدم تاك. ممكن الدم يزرق في الجلد كده بقع بقع. في ناس بتزعل. لما بتزعل شعيرات دموية بتفرقع تحت الجلد فبتعمل بقع بقع. واحدة تقول لك انا بقول من هم زي ما كون حد ضربني جلدي كله بقع. خلاص. فهي بزعل شعيرات دموية بتفرقع بعد شوية بيجي الدم يعني يجي خلايا الدم تاكولها. النمر ينوتس في نومنا ده. ازرق وبارد ودوم معه الفروست مع البرد. وفي ناس مع البرد بتقفل الاوعيات الطرفية خالصة. يعني يجي لي ناس في العيادة يقول لك ايه? الودو البت في البرد بيبقى صوابعها ايديها ورجلها تلج. تلج. فاول ما بيحس بالبرودة بره بيروح الدم مسحوب لجوه. يبقى ساب الايدين من غير اه من غير من غير دم. او الدم فيها قليل. فبالتالي بقى تزرق كده. وبعدين بعد شوية ممكن تسود لو ملحقتهاش ودلقتها ووسعت الاوعية. ممكن الصوابع تتقطع. طيب. ده بالنسبة لي رينوز. في عندي يجي بعد كده للاصابع المشوهة او الرمطايد. في اصابع مشوهة الرمطايد اللي يبتدي بقى كده بيتونيرز وحاجة اسمها وحاجة تلاقي الصوابع عاملة كده غريبة جدا. افتح ما بيفتحش ويف. ودي طبعا ممكن تكون مرحلة متاخرة شوية. عند كبار السن. لكن انا شفت شباب في التلاتينات او الله العزيز. التلاتينات صوابع مشوهة. ايه اللي شوه صوابع كده? اولا الاحزان. انا عندي مشاكل نفسية. المشاكل نفسية الكتير هو الاحزان بتنزل. بتنزل الاحزان. لما تنزل الاحزان تديني تلات اربعة تلاف مركب سام. يجوا على الصوابع يشوهوها. وتتورم المفاصل الصغيرة بين الاصابع. اشتركوا في القناة.